هي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تعديل الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان فإعلانه إبقاء 8400 جندي في أفغانستان حتى انتهاء ولايته في بداية العام المقبل لم يشكل مفاجأة لا في الأوساط الأمريكية ولا الأفغانية وجاء ليتقطع مع تصاعد موجة الهجمات التي شنتها حركة طالبان في الآوينة الأخيرة القرار بحسب أوباما سيتيح لمن سيخلفه الاستناد إلى أساسات صلبة مؤكدا أن طالبان لا تزال تشكل تهديدا وأن قوات الأمن الأفغانية غير قوية بما فيه الكفاية أعلن تعديلا جديدا على وجودنا العسكري في أفغانستان بدلا من تخفيض عدد قواتنا إلى 5500 جندي بنهاية هذا العام ستبقي الولايات المتحدة نحو 8400 جندي في أفغانستان إلى السنة المقبلة وحتى نهاية ولايته مهام قواتنا لن تتغير وستركز على دعم القوات الأفغانية وملاحقة الإرهابيين الرئيس الأفغاني أشرف غني رحب بإعلان أوباما معتبرا أنه يثبت قوة الشراكة بين البلدين للتغلب على عدو مشترك وتعزيز الاستقرار الإقليمي وذلك في تصريح كان سبقه تخييره لطالبان بين السلام أو تحمل عواقب الرفض بدوره سرع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ الذي سيستقبل أوباما الجمعة في قمة حلف شمال الأطلسي في بولندا سرع إلى الترحيب بالقرار الأمريكي معتبرا أنه يشكل إشارة قوية إلى التزام الحلف في أفغانستان تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ بداية حزيران يونيو قررت إدارة أوباما مساعدة الحكومة الأفغانية عبر منح القوات الأمريكية هامشة مناورة أكبر للتدخل في المعارك ضد المتمردين رغم أن مهمتها تظل رسميا محصورة بتقديم المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية وبذلك يصبح إرسال مقاتلات أمريكية دعما للقوات الأفغانية أثناء خوضها مواجهات مع مقاتلي طلبا أكثر سهولة كما سيتمكن المستشارون العسكريون لدى القوات الأفغانية من الاقتراب أكثر من مواقع القتل